كما شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على عدم اتخاذ أي قرار لغلق أي منشأة صناعية إلا من خلال نائب رئيس الوزراء لتنمية صناعية وزير الصناعة والنقلة عقب موافقة رئيس الوزراء مؤكدا أن الحكومة تهتم بتشجيع المصانع وعدم غلق أي منها كل هذه الخطة كانت بتركز على ثلاث محاول رئيسية العمل على تشجيع إنشاء مصانع جديدة وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في العدد من المشروعات ذات الأولوية المحددها الدولة وتحسين جودة السلع والمنتجات المصرية وأن نفتح لها أسواق جديدة وصادرات وبالتالي نزود من قدرة الصادرات وأيضا أن نشتغل بصورة عجلة على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أو لتوقفت نتيجة لظروف اقتصادية كانت خارج قدرة أصحاب هذه المصانع